الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قالوا لم نسمع لك صوتا تتكلم فيه عما يحصل في أرض الحجاز من موبقات مراقص غناء طنب مجون ما سمعناك تكلمت عن حرمة عيد الهلوين أقول أيها الإخوة هذا الرقص والطنب حرام لا يجوز حرام لا يجوز وعيد الهلوين أيضا حرام لا يجوز أتكلم بفضل الله عز وجل ولا أحد يمنعني من هذا كلام لكن لو سألت هذا الأخ الذي يذهب إلى تلك الأماكن قل له هل تعلم بأنها حرام سيقول لك أي والله أعرف وأسأل الله أن يتوب علي لكن أنت أخي الحبيب عندما تذهب إلى قبل ولي تستغيص به من دون الله هل تعلم بأنك تتكب الحرام وأنك تشرق مع الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا أنت عندما تذهب إلى بيت الله عز وجل تقفز كالنساء وترقص في بيت الله عز وجل على نغام الدفوف هل تعلم بأنك تتكب حراما أنت عندما تنفق الأموال حتى تحتفل بما يسمى بعيد ميناد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تعلم بأنك تتكب حراما أنا واثقهم بأنك لا تعلم فأنا هنا لنبهك أخي الحبيب أنا هنا لنبهك عن هذا وأحذرك من هذا حتى لا تأتي يوم القيامة وتقول يا ربي ما كنت أعلم ما سمعت فأنا قد بلغتك ونصحتك وحذرتك ومعذر إلى ربي أسأل الله أن يهديني وإياك سواء السبيل أسأل الله عز وجل أن يرزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال اللهم آمين اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة